شيء آخر حضور الشر أحباقي حقيقة الوباء والدنيا قايمة قاعدة والناس بطلت تتميز صار عندها عمى روحي وبطلت تعرف الخير من الشر ومثل ما بقول الكتاب يعني صار يعني الشر خير والخير شر والنور ظلمي والظلمي نور وهكذا المر حلو والحلو مر وبعدين بنوصل لوضع مثل ما بقول الكتاب أسلامهم إلى ذهن مرفوض خلق ما عادش ينفع ما أنت حطيت الله بصورة يعني بتحط الله خارج الصورة سواء بالتدين الخاطئ أو بسواء أنت بتقول له ابعد عني مش عاوز أعرفك يعني بتحط بتجهد في الله فإذا أنا حباقي الشر حقيقة لما بتدرس شخصية وهوية الشيطان بتساعدنا على فهم خطته وأساليبه للأسف مرة تانية كتير من القيادات لا تتكلم عن الشيطان لأنه عيب يعني كأنه بيقلل من الانتلاجس بيتخفف من الزكاة كأنه رجع كأنه متخلف بحبوش يتكلموا عن هذا الموضوع لكن في ناس بتبالغ في هذا الموضوع كله شيطان 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 وبتشوف الشيطان في كل شيء ومش مخليين أي شيء يعني من فترة واحد بيصلح غسالته فبقول لي شايف الشيطان ضرب الغسالة بقال له الغسالة إلى عمر بتخرب يعني بش عارف على كل حال يعني أنه ما منزدش من أهمية الشيطان والناس غير مدركة خطورته